دكتورة إيمان استمعنا إلى حديث الدكتور سامر برأيك تكلمنا عن الإدمان الإلكتروني الآثار الجسدية والسلبية هل هناك بدائل يجب على الأسرة اتخاذها مع الأطفال إيجاد بدائل غير الهواتف وغير التلفزيونات الموجودة في البيت رياضة مثلا؟ بالتأكيد لازم يكون في بدائل لأنه بيلجأوا لحاجة زي كده لأنهم عندهم جاب أو عندهم فرق فلازم بيملو بحاجة إحنا شايفينها أن هي مش مفيدة فلازم نوفر لهم بدائل ممكن ينزلوا يلعبوا رياضة ممكن حتى يقبلوا صحابهم ممكن إحنا نشاركهم حاجة معينة يكونوا بيحبوها في ناس ممكن تكون بتحب الرسم ممكن يبتدوا يفكروا في الحاجة اللي هم يعني زيار بيرفكت فيها هم يبتدوا يرسموا في بنات تحب التطريز ممكن تبتدي تعمل حاجة زي كده في ناس يعني على حسب كل واحد وهوياته بس هي الفكرة أن إحنا علشان نعالج المشكلة فعلا لازم نعالج السبب بتاعه هو وقت الفراغ إزاي نملأ نعم دكتورة فاطمة يعني بعض العسر تتبع أسلوب شوية جاف أو وصل إلى مرحلة يقول لك بفصل عننا الإنترنت بسحب عننا الأجهزة هل تعتقدين هذا الأسلوب مجدي مع الأطفال أم هناك طرق أو أساليب علمية نقدر نتعامل فيها مع الأطفال والمراهقين دايما التعامل مع الأطفال والمراهقين في تعديل أي سلوك معين طبعا نبتعد عن أسلوب المنع أو الجبر أو التوجيه غير الواضح دايما نفتح الحوار نسمع نشوف نسمع منه شو اللي يخليه يعني يحب هذا السلوك أو يمارسه يوميا ويبتعد عن باقي الأشياء نفتح موضوع للحوار بيننا وبيننا ثانيا موضوع حتى لغة الحوار بيننا لازم نطورها في نفسنا نحن كآباء وأمهات أول ما أسأل ويتكلم أنا شغلة بتلفوني أو ما أطالع حتى نظر مباشر في هذا الطفل فهذه الأشياء تأثر في نفسيته أنك أنت تعطيه حاجة أساسية اللي هي حاجة الاهتمام حاجة التشجيع إذا مثلا خل الموبايل أو خل الأجهزة هذه لفترة أشجع أكاف على هذا الشي فيكون لي دور بطرق ثانية غير المنع والإجبار على أنه يترك هذه الأجهزة بدون ما أنا أتبع أساليب علمية بالتشارك بيني وبينها أو بالاتفاق أكثر أسلوب ينفع مع المراهقين هو أسلوب الاتفاق فالنقاش المفتوح هذا والنقاش العاطفي بيني وبين المراهق أو الطفل يجعل الموضوع أسهل في التطبيق أستاذة حمدة الحوار والاتفاق مع فئة المراهقين والأطفال هل تعتقدين أنه يجب على الأسر بدل مزيد من الجهد مزيد من الوقت شوي بعطي عيالي وقت وبقعد معاهم بدل ما أكون أنا أوجه أصابع الاتهام أنك أنت تقضي ساعات طويلة ورى الشاشة ورى الألعاب دور الأسرة كبير يعني رسالة من خلالك لكل أب وكل أم كيف يتعاملون مع أطفالهم وطبعا لازم أنهم يكونون متواجدين في حياة الطفل يعني المراهق هو الحين ليش هو مثلا بيد من ليش هو يبغي يدش عالم الألعاب لأنه في هالفترة يبغي يثبت نفسه المراهق يبغي يثبت نفسه فأنت شو لازم نسوي يعني كأسرة أنت لازم تحتوي الطفل تحتوي المراهق فكيف ممكن أنت تسوي أنت تحاول أن تحسن علاقتك معه مثل ما كانت تقول الدكتورة فاطمة أنا أيب من الجانب العاطفي والشي الثاني أن أحاول أخليه ويايا أكثر يعني مثلا أنه يطلع ويايا أنسي نفس الأنشطة أعزز وقت للطفل نفسه ومس بس أقول له لا أنت ساوت شيء وساوت شيء وساوت شيء لأنه طبعا هو شو بيسوي هو بيعاند وبيتنرفز أكثر وهذا شو بيسوي التشتت في الأسر بيحصل فأحسن شيء وأفضل شيء للأسرة أنه تحتوي الطفل تفهمه تحاول تفهم ليش ها شيء مضر له وبعد أنه يكونون منفتحين أنه ممكن تي مرات أنه تكون فيه انتكاسة لأنه طبعا في كل نوع من الإدمان تحصل انتكاسات وإذا كان فيه أي غلط أو أي مشكلة يكونون منفتحين أكثر ويكلمون الطفل دكتور سامر شورايك على الأباء والأمهات وأيضا محيط هو مدمن يكتروني يعني يبذل المزيد من الجود ولازم يعرفون أن الطفل هو يقلد من حوله يعني ما يصير مثلا الأب أو الأم يقدم نصائح للأطفال وهو ماسك التليفون أو يقوم بمثل ما يقوم فيه الطفل كيف فعل الأسرة أن تتعامل طبعا نحن نعرف الأطفال بيكون عندهم نوع من خلينا نقول بيطلع على القدوة المودلينج بيصوف على السلوك اللي عندنا لأنه الطفل منين أحيانا بيأخذ السلوك طبعا من البيئة الحوالي لذلك لحنا دائما منركز على أطفال اللي يكونوا بالبيئة الصحيحة أول شيء البيت هذا أهم شيء يعني أنا إذا عندي شاب صغير أقول كبير بسموح يعود على الإنترنت عشر ساعات وأنت بسموح تعود ساعة ما فيني أنا أعمل هذا الشيء وأنه لا هو كبير وأنت صغير لحنا لازم نكون قدوة لحتى نقدر لما يشوفنا نقدر ناخده نعطي معه للأسف الآباء والأمهات بيعطوا أعزار أنه أنا كبير أو أنا هذا عندي للشغل أو هذا أنا عندي إيميل للشغل وعم نحكي ساعة تسعة وعشرة بالليل بقى أنا ما فيني أنا أعطي أمر لطفل أو بالذات للمراحق المراحق لأنه هو بالأساس بدون يتحداني بقى ما فيني أعطي هذا الشيء بدون ما أنا أكون قدوة هذا رقم واحد اللي هو شيء كتير مهم والبيئة اللي أنا بحطه فيها سواء ولد عمه سواء أصدقائه سواء المدرسة ما فيني أنا أبعته مثلا على مكان وكل الشيء حواليه قاعدين أعملها بألعاب الإلكترونية وقال له أنت ممنوع هذا واقع هذا الشيء اللي أنا بدي أقدر أعمله بين كون قدوة ولاقي الشيء بتوازن هل هناك في طرق يعني أيضا توعوية تكنولوجية جديدة ذكرت لي إياها في السابق أنه كيف على الأب أو الأم متابعة أو تصفح متابعة أطفالهم على سبيل المثال نحن التكنولوجيا دائما في عندي تكنولوجيا جيدة والتكنولوجيا هي حاجة لأن هذا هي مشكلة عالمية حتى دوري أنا كطبيب أو أي حدا بتعامل مع هذا الشيء لازم حتى أنا أكون عارف لحتى أقدر أنصح الأهل في هذا اليوم في عنا تكنولوجيا موجودة وبكل بساطة للسيطر على الفترة الزمنية والألعاب الإلكترونية أول شيء أنا لازم أشوف شوين الخطر مثلا حكينا أنه أنا بدي الطفل ينام أنا لازم مثلا أقدر سيطر على عدم الواحد يلعب الساعة 2 و 3 بالليل لأنه في مباراة بأمريكا أنه أنا يكون فائق هذا الوقت يلعب أبحدد أنا هذا الوقت اللي بيكون ما فيه ألعاب يمكنني حدد كمية الساعة تبع الألعاب عن طريق التكنولوجيا بدون مؤتصارة مع الطفل وقال له هات الجهاز ووقف الجهاز ووقفته وهذا الحديث لا في عندك عدد معين الأهم شيء التواصل يعني أنا لما بدي أحكي مع الطفل وقال له أنه أنا مو فجأة ينقطع عنده لازم يعرف أنه أنا عن طريق التكنولوجيا أنا اليوم عندي ثلاث ساعات أو عندي ساعتين أو عندي ساعة هذا بيصير بالاتفاق وأفضل هذا يكون بالتواصل لأنه أغلب الناس يلي عندهم مشاكل بالألعاب الإلكترونية بتسأله كم ساعة بتلعب يمكن هو بلعب سبع ساعات بيقول لك ثلاثة وقال لما أنا أقعد اتفاق أنا ويا يا حبيبي اليوم أنت كم ساعة بيقول لك تلعب بيقول لك ساعة أو ساعتين بلحط هذا الحد عن طريق التكنولوجيا يعني خلنا نقول أنه هذا أصبح واقع ولازم الأسرة أو محيط هذا الشخص ما يفقد الأمل من أول محاولة يقول والله إلا أنا تعبت ما بقدر وبسلم للأمر